السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم اوه بما اننا على ابوه برمضان الكريم ان شاء الله يا ربي الله مبلغنا رمضان بصحة ومغفرة الدونوب ان شاء الله يا ربي جبت لكم شبكية شبكية اللوز بمقادير مضبوطة وسهلة واقتصادية وفي متناول الجميع والاهم انها ناجحة 100% بيدون كوصور وعندما تأتيكم قصحة كثيرا نجعلكم هذا لكي تعرفوا على المقادير وطريقة تحضير بالنسبة للمقادير سوف نحتاج 1 كيلو انا اعطيتكم المقادير الكيلو كاس اللوز مطحون بقشوره كاس الجنجلان بالنسبة للوز والجنجلان لا تسهدين نصف كاس الزيت النباتية نصف كاس الزبدة مدوبة تقريبا 11 دقائق حتى امشت بها نصف كاس الخل وكاس المظهر لنخلطه مع الماء كي نجمعه العجينة ونسبة للزرارة هنا عندي معلقة كبيرة البسباس البلدي اللي طحنته وغرب التوم معلقة كبيرة للنافع معلقة صغيرة للقرفة ومعلقة صغيرة سكينجبير نخلطه المكونات كلها مع بعض سنقوم بزرارة والقرفة والسكينجبير واللوز والجنجلان كما تشاهدون كما تشاهدون طحنتهم جيد كما تشاهدون كما تشاهدون سنقوم بزرارة كما تشاهدون كما تشاهدون سنقوم بزرارة المكونات مع دقيق ونضيف الزبدة الزبدة ونضيف الزيت ونضيف الزيت ونضيف الزيت ونضيف الزيت ونبسس مزيان هذا الخليط نعود ندخل للدهنيات موضوع ونبسس كما تشاهدون ونبسس هذه المشكلة كما ترى انا كان نبسس وفي نفس الوقت كان نحق هذه الدقيق والزرار لكي يضيفون الروحة ويضيفون الدهنيات للوز والجنجلان لكي تبسس العجنة جيدة ثم نبسس الخالط الذي لديه كامل سنجد الخالط ارتاح تقريبا 1 ساعتين او ليلة كاملة يكون احسن ثم نرجع معكم ثم ارتاح الخالط ارتاح تقريبا 1 ساعتين انا قليته غير ساعتين ارتاح تقريبا 1 ساعتين او ليلة كاملة يكون احسن لكي لا تبقى شبكيه في الساعة تقريبا 1 ساعتين ويضيفون الشيشة وفتياء كثيرا ويساعدنا لكي لا ندلقوها كثيرا ثم انا ارتاح تقريبا 1 غربال ونغرب هذا الخالط الذي لديه كامل نغربه جيدا بالغربال ويضرب كاملة قبل الحبيبة نغربال حبيبة حبيبة تغير حبيبة حيئة ثم نغرب اتفاد حبيبة ثم اغربت العجنة كامل انا اجبت هنا نصف كس الخل الذي ذكرت معكم في الاول و اخذت هذا كس الماء الزهر ضفت له الماء و سنجمع به العجنة نجمعها بشكل عادي لا يحتاج ان انا نضيفها بثاف غير قليلا نضيفه في الماء و نجمعه نضيف الماء و في نفس الوقت نجمع العجنة نستمر بهذه الشكلة و انا نضيف الماء و نجمع العجنة و نرجع معكم هنا كما تشوفوا بعد مجمعه العجنة سوف تكون قاسحة ضروري ضروري من الشبكية لا تضيف العجنة لا تجريوها شرائي لك ترطل هذه الموجرة لكم العجنة سوف تكون قاسحة سوف تكون قاسحة هنا سوف نضيفها غير قليلا لا يوجد ضروري ان اضيفها بثاف و سوف تكون قاعدة تقريبه من المجمعين كما ترون مع العجنة و سوف تكون نضيفها سوف نجمعها جيدا ثم نزور المرحلة التوراق والشباك نجد حرب الحرب نحاول نبسطه بشكل مربع او مستطيل ليس بالضرورة ولكن غير بشيء سوف نطوي العجنة على ثلاثة هذه مرحلة مهمة كيف مسبق لي وذكرتها معكم في شبكي سوف نطوي العجنة على ثلاثة ونأخذ معكم واحد الجزء ونأخذ واحد شوية دقيق ونذهب على الطاولة ونبسط واحد شوية العجنة نعاونها شوية باليد ومن بعد نأخذ المدلك ونبسط العجنة كيف يكون على شكل مربع او مستطيل لكي تساعدنا نطويها على ثلاثة بعد دقيقة تساعدنا طاولة نصف في الوحيد نقلوبها نقلوبها على مصفة ونقلوبها على مصفة ونقلوبها علىذك بشكلها مرة نقلوبها على الطول وفي شكلها على العرض ونطويها على ثلاثة مرة قلوب الطاولة الثانية هي التي تساعدنا ان الشبكية تأتي مجعبة ومورقة من الدخل سوف نغطيها بسلوفان سوف نستمر بشكل هذا حتى نكمل قاعد العجين ثم سوف نعود معكم بعد ما ورقت العجين اخذت واحد الجزء من هذا العجين اخذها قليلا لفارينة غير قليلا لفارينة تبلغي نكاته نبسيها قليلا لعرد نقسم العجين نقسمها على 3 تقريبا على الوعبار نبسيها قليلا على العرد ومن بعد نبسيها على الطول على هذا الشكل نساعد الورقة ضروري لا نبسطه انا عندي الورقة تبدأ من الرقم السبعة نورقها في الأول على الرقم السبعة ومن بعد نرجع الرقم السبعة نرجع الرقم السبعة نلحني الرقم السبعة وعلى رقم السبوع ومن بعد نضع الرقم السبعة وقوم بتغير الرقم الثامرة يسترك الرقمー كبير الرقم الثامرة لأن الرقم الثامرة اللي لديها drukة تبدأ برقم واحد اصطفر ثلاثة وان علق الفضل النادي لا تقربуютه المهم ضروري لا تكون العجينة رقيقة سمك العجينة تكون رقيقة حتى ترى ان اليد كتبان من تحت العجينة نحاول انا نقسمها على زوج هنا لانها تبدكت طوال بالوراقة و للاشارة على الوراقة غير تساعدها ليس ضروري انا سبق لي وشاركت معكم شبكية بلع على التوريق كما ترى ان تكون رقيقة على هذا الشكل انا رأى صبعي كايبان من تحت العجينة كما انا قلت لكم لا تساعد الوراقة لانها تساعدها في الساعة و سافة اما تستطيع ان تعملها لانها تستطيع الوراقة لا تستطيع الوراقة سوف ننزل لكي نشكل شبكية انا اخذ الجرارة وقض الجنب العجينة كما ترى نقض الجنب و نقطع في الاول لكي نقض لحبة شبكية مقضة هنا هنا نقطع لولا ثانية ثالثة الرابعة و في الخمسة نقطع نقطع ثالثة 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 فوق ثالثة نقطع ثلاثة ثالثة سوف نستمر بهذا الشكل حتى نكمل كمية العجن ومن بعد ذلك نرجع معكم هناك كما تشوفون بعد كمية العجن سوف ننزل المرحلة القلي والتعسال سوف ننزل المرحلة القليل هناك العسل نضيف على الصندوق الوصف و نكون زيت مقلاء والسفال و نصفح سوف ننزل المرحلة هنا كما تشاهدون لدي المقلاء فيها الزيت التي تكون كثيرا و المقلاء ضروري لا تكون تقيلة و خفيفة سواء تأخذ مقلاء ثقيلة او لا تأخذ الطنجرة للضغط تقلي فيها و النار تكون مهيلة نجد الزيت حتى تسخن جيد و نقص على البوطة و نقص على شبكية على نار التي تكون مهيلة لا نجد النار مهيلة لكي تبدو شبكية و من الداخل و تنحن لشبكية و تكون من حينها و لا تحرق فقط و تبقى من الداخل معجنة نقص على نار لدي المقلاء نقص على هذه الحبة قم واحدة مع ملفة و احاول مضحة شبكية نفرقهم قليلا على الوجه الثاني ونقلبهم على الوجه الثاني ونقلبهم على الوجه الثاني نضيفها تحمر قليلا على الوجه الثاني ونضيفها من المقلع لان لا نضيفها في العسل ونضيفها مضيفة ونضيفها في العسل تحمر يجب أن نضيفها إلى طاقة داخل تحمر ونقلبها في العسل هي المغربة تحمر قليلا جدا فنقلب باردها وثقيل يجب أن تحرق العسل لعسل للعسل نغطس الحبات الشبكية نغطس الحبات الشبكية نغطس الحبات الشبكية نجد العسل تقريبا 10 دقائق ثم نصفها و عندما نبدأ العسل تطخن و نحاول نبردها نحن لدي رقائق اللوز لانتظيم نظرها لنصف الشبكية من العسل نأخذ المعيلة يجب ان تكون صفاية كبيرة نضيف الحبات الشباكية من العسل غير بالفرشيطة نضيفه في الصفاية و نضيفه تقطره نضيفه 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 و نستمر بهذا الشكل حتى نكمل الطياب و التعسال و نضيفه برقائق اللوز و من بعد نرى الشكل النهائي في طبق التقديم شباكية اللوز كما ترى و من بعد ان اكملت الطياب كامله و زينته بهذا الشكل برقائق اللوز بصراحة جزوينه صدقوني الى جربتوها انا متأكد باللي تعجبكم بزاف كجزوينه و شيشة و معلكة و شارب العسل من الداخل و مهم نتمنى على الفيديو اليوم و لا تنسوا ديروا لي و لماذا لا تشتركتش في القناة اضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي و نتمنى في امان الله و حفظه الى فيديو قادم انشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة